موسيقى بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آرنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم علاقات الصداقة التاريخية الراسخة والفرص الوعدة لتطوير التعاون وتوسيع أفاقه في مختلف الجوانب وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا إضافة إلى مجمل تطورات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الفرنسي في قصر الأليزي صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آرنهيان والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية ورحب الرئيس الفرنسي بزيارة سموه إلى بلاده مؤكدا أنها تعبر عن الحرص المشترك على ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين ووصف زيارة دولة التي يقوم بها السموه إلى فرنسا بأنها تاريخية واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس إيمانويل ماكرون مسارات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي بجانب البيئة والتغير المناخي وغيرها من المجالات الحيوية وأكد الجانبان حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين تجاه العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وشار سموه إلى أن الطاقة بكل أنواعها تمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين ودولة الإمارات حريصة على دعم أمن الطاقة في العالم عام وفي فرنسا الصديقة خاصة منوها بتوفر العديد من إمكانيات الشراكة ومقاوماتها بين البلدين في هذا المجال وبشأن التعاون في مجال التغير المناخي قال صاحب السمو رئيس الدولة إن الإمارات وفرنسا لديهما اهتمام كبير بقضايا البيئة ومواجهة التغير المناخي في إطار اتفاقية باريس بشأن المناخ وهذا يفتح المجال من مزيد من التعمل المشترك في هذا الشأن خاصة أن الإمارات ستستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال عام 2023 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة